بمشاركة 150 شخصية اقتصادية وقيادية في القطاعين العام والخاص من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أمس السبت أعمال ملتقى الأعمال الأردني الأمريكي الأول والمملكة في الهدفها في نهاية التغييرية لأنه أحد جلال عددًا لكن المملكة المملكة لديهم قابلات لتقوم اسم شخصية لإنطاقةً لتطلب ومكتاب بالمكلفة ومطلق Taycan لتحسين سنتمر عملية الأمريكية من الواجفة جلالته أكد خلال حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي أن الاقتصاد الأردني من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا وديناميكية مشيرا إلى العلاقات الإيجابية التي تجعل من المملكة مركزا مناسبا للتجارة الإقليمية والعالمية Jordan is determined to move forward with reform and more than a decade ago our country began the difficult task of comprehensive structural change there have been setbacks but also successes which you will hear about at this forum we have changed laws and processes and more we are fostering and rewarding the spirit of innovation and change needed to grow business and create opportunity وتناول جلالته ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث وصفها بالتاريخية مشيرا إلى أن الرسالة المستقامة من هذه الأحداث هي رغبة الناس بحياة أفضل مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن ترجمة الطموحات إلى واقع يحتاج كثيرا من العمل هذا الملتقى جاء ليعطي الفرصة للقيادات الاقتصادية المشاركة للقاء نظرائهم والتعرف على قيادات العديد من الشركات العاملة في مجالات متنوعة تضم قطاعات الطاقة والصحة والسياحة والترفيه والتكنولوجيا وغيرها كانت الدعوة لمجموعة من المستثمرين من الولايات المتحدة الذين أتوا إلى هنا بغرض الاستثمار والتباحث مع مواطنين أردنيين في عمل الاستثمارات المشتركة وفي رأيي أن هذا اللقاء على أهميته سوف يعكس إنعكاسا طبيعيا وحقيقيا في العالم هذا الوضع المستقر هذه البيئة المحفزة للاستثمار في الأردن سيما وأننا في الفترة القليلة القصيرة الماضية قد قمنا بتطوير أنظمة كثيرة في قطاع النقل أنه مشروع ضخم ومشروع استراتيجي من المشاريع الكبرى له مشروع شبكة الوطنية للسيكة الحديدية كلفة البنية التحتية في الجزء اللي رح يتنفذ في المرحلة القادمة هو 2.1 بليون دينار طبعا هناك أزاء ستضاف إلى الشبكة لاحقا وكلفها بضع مئات من الملايين هذا المشروع مهم جدا أنه نأمن له ضمانات وسنسعى أيضا بالحديث أيضا مع الجانب الحكومي الأمريكي أن نشوف إمكانية توفير ضمانات أمريكية وركزت الجلسات الرئيسية لأعمال الملتقى على تعزيز المزايا التنافسية وفرص الاستثمار والأعمال المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية هنا في المملكة بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الاستثمار وتطوير الأعمال هذا الملتقى مهم جدا لبناء علاقات قوية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المجال التجاري وسيزيد من فرص التعاون المشترك بين البلدين وهذا كله جاء بثاقا عن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لواشنطن هذا الملتقى مهم جدا فكما ترون هناك مشاركة كبيرة من رجال أعمال أمريكيين وهذا يدل على العلاق القوية والتعاون الحاصل بين البلدين وهذا يؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقا على كاهر الأردن الذي يشهد استثمارات خارجية وقد استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني أن ينقوّل علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وأن يفتح مجالات عدة للتعاون وأقيم على هامش الملتقى معرض للشركات المشاركة حيث عرضت أهم منتجاتها في مجال التكنولوجيا والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المؤتمر أو الملتقى هون مهم جدا أنه يجمع الأطراف المعنية بحيث أنه نتوصل إلى اتفاقيات سوا المؤتمر هذا مهم لأنه يجمع كل الأطراف المعنية من المجتمع العام، ممثلين المجتمع المحلي، المستثمرين نحن شركة أمريكية موجودة في ولاية نيجورزي لكن لنا جذور عربية بالذات من الأردن يأتي انعقاد هذا الملتقى في سياق علاقات التعاون والشركة الاستراتيجية المتميزة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والتي تجسدت أخيرا في لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن لبرنامج دنيا يا دنيا إيلين يوسف